سورة كانت سبباً في إسلام أحد علماء الغرب كيف أسلم هذا العالم الكبير الدكتور ميلر؟ سوف نتأمل اليوم أخي الحبيب قصة إسلام هذا العالم وكيف نظر إلى سورة مريم نظرة مختلفة عن المسلمين دعونا نذهب في هذه الرحلة الإيمانية المباركة حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهل وأصحابه جمعه الحقيقة أيها الأحبة كل يوم هناك عشرات من العلماء الكبار يعلنون إسلامهم ولكن للأسف الإعلام العالمي لا يتناول هذه القضايا نهائياً بل يعمل على تشويه صورة الإسلام ليلاً نهاراً هذا الدكتور ميلر نشأ في بيئة تحارب الإسلام في الغرب ونحن نعلم أنه مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا اليوم وهذه الدول وفرنسا أيضاً يعملون على تشويه صورة الإسلام يعطون صورة مشوهة يزرعون في عقول الناس أن هناك رجل عاش في صحراء فيها التخلف وفيها العنف والإرهاب جاء برسالة أو بمعلومات أو بدين سماه الإسلام مليء بالعنف والإرهاب هذه الصورة الغرب عن الإسلام طبعاً هنا هذا العالم نشأ في هذه البيئة وبالتالي تأثر وكان يعتقد أن الرسالة هي رسالة محمد وليست رسالة الله سبحانه وتعالى لذلك زرعوا في عقولهم عبارة الرسالة المحمدية وللأسف بعض علمائنا أخذ خدع بهذا المصطلح وأصبح يستخدم معلالم أن القرآن كل القرآن ليس فيه رسالة محمد أبداً ولا رسالة الرسول ولا رسالة نوح ولا رسالة عيسى لا أبداً رسالة الله الذين يبلغون رسالات الله أبلغكم رسالات ربي وهكذا الرسالة والرسالات هي من عند الله الأنبياء مبلغون عن الله وليس عن أنفسهم لم يخترعوا ديناً لذلك انتبهوا أيها الأحبة هذه عبارة مضللة أن تقول رسالة محمد أو الرسالة المحمد يا لا هي رسالة من الله نقلها لنا النبي عليه الصلاة والسلام لذلك هنا أيها الأحبة هذا الرجل بسبب سورة هي سورة مريم أول ما لفت انتباه الدكتور ميلر وهو أحد علماء الرياضيات في أمريكا حاول قراءة القرآن وكان يتوقع حسب الصورة التي في ذهنه أن يجد فيه حديثاً عن زوجات النبي عن أصحابه عن معاركه عن قصصه عن مغامراته مثل أي إنسان يكتب سيرته الذاتية يكتب عن حياته الشخصية أشياء تتعلق بأفعالي لم يجد هذا الكلام أبداً لم يجد هذا الحديث أبداً أيها الأحبة هذا العالم درس الأناجيل الأربعة لم يجد فيها سورة باسم سورة مريم أو فصل أو حتى صفحة لم يجد أبداً عندما ذهب إلى القرآن وجد سورة رقمها 19 اسمها سورة مريم عندما بحث عن اسم مريم في القرآن وجده يتكرر 34 مرة اسم مريم ذكر في القرآن 34 مرة كلها تمدح السيدة مريم كل الآيات التي ذكرت فيها مريم عليه السلام هي مدح لمريم وابنها عيسى عليهما السلام أبداً بينما في الأناجيل الأربعة نجد مريم المجدلية مثلاً يقول وكانت هناك امرأة تدعى مريم طبعاً هنا الذي لفت انتباهه لماذا كاتب القرآن طبعاً هو الله ولكن هو لا زال في ذهنه أن الذي كتب القرآن هو محمد عليه الصلاة والسلام لماذا يخصص كل هذه المساحة من القرآن سورة كبيرة اسمها سورة مريم وينسى زوجته خديجة التي وقفت إلى جانبه وقدمت له الدعم وقدمت له كل شيء في دعوته ما الذي يجعله يفعل ذلك ثم تابع هذا الباحث فذهل عندما علم أن اسم عيسى ذكر في القرآن خمسة وعشر مرة واسم المسيح إحدى عشرة مرة بينما اسم محمد أربع مرات فقط طيب أنتم تدعون أن هناك إنسان اسمه محمد جاء بكتاب جاء بدين يذكر اسمه أربع مرات بينما اسم نبي كريم مثل عيسى يذكره خمسة وعشرين مرة اسم مريم أربع وثلاثين مرة إذن هذا يتناقض مع الصورة التي زرعت في ذهنه أن الإسلام يعادي المسيحية أو اليهودية أو يعادي الأنبياء بالعكس كل الأنبياء في القرآن ذكروا بصيغة المدح سلام على نوح إنه من عبادنا المخلصين المطهرين يعني الصالحين كله مدح أيها الأحبة سبحان الله طبعا هنا عندما تأمل آيات القرآن وجد آية إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِظُونَ وجد آية أخرى إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَ وَإِلَيْهِ نَيْرْجَوْنَ صيغة تعظيم نحن إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينَ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِلَةِ طيب هذه الصياغة وجد أنها يعني ليست صيغة فردية لماذا ينسب محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء لله طيب إنسان اخترع دينا لنفسه ويكذب على الله وعلى الناس كما يزعمون لماذا كل شيء في القرآن يرجى إلى الله سبحانه وتعالى بكل بساطة السبب أن الله هو الذي أنزل القرآن فقط فهو الذي يحي ويميت هو الخالق سبحانه وتعالى عما يشركون طيب هنا أيها الأحبة في سورة مريم جاء ذكر المسيح عليه السلام وذكر مريم القرآن صحح الأفكار والمغلوطة يعني التي ألصقها اليهود بالسيدة مريم تهمها بالزنة والعيوذ بالله القرآن برأها اتهموا عيسى بأنه ابن الله والقرآن برأه فهو رسول أكرمه الله بالمعجزات حتى أن المعجزات التي ذكرت للمسيح لم تذكر في حق محمد عليه الصلاة والسلام لو كان النبي هو من كتب القرآن الأجدر به أن ينسب هذه المعجزات معجزة إحياء الموتى معجزة يعني معجزات عيسى عليه السلام معروفة أنه كان يكلم الناس في المهد وكهلا وكان يحيي الموتى وكان ينبئهم بما يتدخرون وكان يشفي الأكمه والأبرص إلى آخره فهنا وكان يحيي الموتى كان من الممكن أن ينسب هذه المعجزات له لماذا ينسبها لعيسى لماذا لم يقل عنه أنه كاذب وهو الصادق إذن هذا يدل على أن القرآن هو كلمة الله سبحانه وتعالى طيب السؤال الآن الذي برز لدى دماغ هذا الباحث ما هي مصلحة محمد عليه الصلاة والسلام أن يصحح الأفكار الخاطئة عن المسيحية أن يصحح الأفكار الخاطئة عن الأنبياء التي وردت في التوراة التوراة تتهم بعض أنبياء الله بالكذب بالغش بالفاحشة بالشرب الخمر بالتعري ما يسمى بالكتاب المقدس لم يترك صفة سيئة إلا وألصقها بأنبياء إلا أسوأ الصفات زين المحارم ولا ياذب الله ما مصلحة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصحح هذه المعلومات ويعلي من شأن هؤلاء الأنبياء الكرام الجواب أن الذي علمه هو الله عز وجل الذي أرسله أرسل محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل عيسى وموسى والأنبياء جميعا لذلك ما وجده هذا الباحث يناقض كل ما يدعيه المشككون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المعلومات من الكتاب المقدس لاحظت يتهمون النبي لوط والعياذ بالله أنه زنى ببناته لماذا يقوم محمد عليه الصلاة والسلام بتطهير وتعظيم هذا النبي ويقول في حقه في القرآن على لسان قومه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون سبحان الله فإذن هنا أخي الحبيب سورة مريم تتفق مع العلم والمنطق العلمي أن خالق الكون لا يمكن أن يكون له ولد لأن إما أن يكون هذا الولد مخلوق أو يكون موجود منذ الأزل إذا كان موجودا منذ الأزل مع الله لماذا تسميه ابن الله خطأ علمي هذا إذن هو جاء بعض الله إذن هو مخلوق كيف جاء ابن الله إذن لابد أن الله خلقه من أين جاء وبالتالي فكرة فكرة ابن الله متناقضة فكرة ابن الله متناقضة مع بعضها وهنا أيها الأحبة هذا الباحث شرح الله صدره للإسلام وأعلن الشهادتين وحسن إسلامه وكانت سورة مريم هي مدخل لقلب هذا الإنسان شرح الله صدره للإسلام وبالتالي كما قال الله سبحانه وتعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق